موسيقى وسط حالة من الانقسام يصوت اليوم أعضاء مجلس الأمن الدولي على قرار تمديد إدخال شحنات المساعدات إلى سوريا عبر الحدود والذي تقدمت به كل من بلجكا وألمانيا وهو ينص على السمع بإدخال المساعدات الإسلامية إلى سوريا عبر معبري باب الهوى وباب السلام عند الحدود التركية ولمدة ستة أشهر ولكن في المقابل ينتظر أن يتم التصويت في وقت لم يحدد على مشروع القرار الروسي المعدل والذي ينص على السمح بإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى فقط لمدة عام فهل ينجح المجلس في تمديد القرار أم أنها ستكون صفحة جديدة تزيد معادة السوريين المستمرة منذ عدة سنوات المساعدات الإنسانية إلى سوريا مساراتها، محاورها، وكيفية دخولها نقاط شكلت محطة خلاف في أرويقة مجلس الأمن انقسامات بشأن القضية بين الدول الأعضاء روسيا أخفقت في محاولة ثانية داخل المجلس بخفض نقاط عبور المساعدات عبر تركيا فروسيا والصين تريدان أن يقتصر دخول المساعدات على معبر واحد بدلا من معبرين وترى بكين وموسكو أن مسعهما هذا يعود إلى ما قالوا إن المساعدات لتلك المناطق يمكن الآن وصولها من داخل سوريا وللخلاف والانقسام هذا قصة وتاريخ من التعديلات ففي يناير الماضي سمح مجلس الأمن بمواصلة عمليات إدخال المساعدات الإنسانية من خلال معبرين عبر تركيا لستة أشهر وأوقف دخولها من العراق والأردن بسبب معارضة روسيا والصين وينتظر أن يصوت مجلس الأمن على القرار المعدل الذي تقدمت به ألمانيا وبلجيكا اليوم ويمدد القرار الألماني البلجيكي التفويض بالعبور الحدودي من تركيا عبر معبري باب السلام وباب الهوى لمدة ستة أشهر في حين لا يجيز القرار الذي ساغته في المقابل روسيا سوى عمليات تسليم عبر الحدود عبر معبر باب الهوى لمدة عام دون أن يتضح بعد متى سيبدأ التصويت على ذلك النص ينضم إلينا من موسكو الكاتب والباحث السياسي السيدة يكفيني سيد رعوف سيدة يكفيني أهلا وسهلا بك معنا على سكاينيوز عربية يعني كيف نفهم هذا التضييق الروسي في مسألة حصر نقاط العبور لوصول أو إيصال شحنات المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر واحد فقط حدودي مع تركيا بعدما كانوا اثنين أو بعدما خلال الفترة الماضية كانوا معبرين وقبلها كانوا أربعة معبر أصلا نعم مساء الخير لك والأسادة المشاهدين أنا أذكر بأنه تم التصويت في شهر يناير كنون الثاني الماضي على القرار الذي نص على الإبقاء على معبرين وكان هذا بمثابة موافقة مجلس الأمن الدولي على المقترح الروسي آنذاك سبقه نقاش طويل حول هذا الموضوع الآن روسيا تصر على ضرورة الإبقاء على معبر واحد وهو معبر باب الهواء بحجة أن 85% من مجموعة المساعدات الإنسانية التي ترد إلى هذه المنطقة هي تنقل عن طريق هذا المعبر بالذات بينما الجزء البسيط وهو حوالي 15% عبر معبر واحد هذا أولا ثانيا روسيا تعتقد بأن الأوضاع على الأرض كانت قد تغيرت بشكل ملحوظ حتى بالمقارنة مع ما كان عليه منذ نصف سنة وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى التفكير بضرورة إدخال تعديلات على عدد المعابر التي تنقل عبرها المساعدات الإنسانية وأخيرا وأهم حجة لاجئة إليها روسيا هي أنه لابد من التنسيق مع الحكومة السورية مع السلطات الشرعية لهذا البلد برأي روسيا لنقل المساعدات الإنسانية بوجه عام طبعا بمشاركة فاعلة وفعالة من قبل الأمم المتحدة في هذه العملية يرى البعض أن هناك توظيف سياسي من خلال هذه المحاولة الروسية وغيرها ربما من المحاولات الأخرى ولكن تحديدا في هذا الموقف توظيف سياسي لملف المساعدات الإنسانية وهو طبعا أمر في منتهى الخطورة إلى أي مدى تتفق مع هذا الأمر وإلى ما ترمي موسكو يعني الآن بعد خفض المعابر إلى معبر واحد فقط حسب طبعا مقترح روسيا لا نعلم إن كانت سيتم الموافقة عليه أصلا أم لا ما الذي ترمي إليه روسيا هل ترمي إلى احتكار سلطة القرار في سوريا لا أنا لا أعتقد أن روسيا تصعي إلى احتكار سلطة القرار في سوريا وإنما مطلبها واضح تماما من مزوري موسكو طبعا ومن منطق موسكو وهو أن تكون هذه المساعدات مستقبلا كلها تنقل عن طريق وتنسق عن طريق السلطات الشرعية لهذا البلد عن طريق الحكومة الشرعية فيما يتعلق بالجزء الأول من السؤال لا أعتقد أن روسيا تحاول تسييس هذا الموضوع كما تعتقد بعض البلدان الغربية التي تتهم روسيا بمحاولة تسييسها العكس برأي روسيا هو صحيح لأن مثلا الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تستغلوا هذا الموضوع لطرح شروط سياسية وأولها طبعا تغيير النظام فيما إذا مثلا تم تغيير النظام السوري وأتى إلى السلطة أولئك الذين يرضى عنهم الدول الغربية فهذا سيسمح ربما بإنفسال المساعدات الإنسانية عن طريق السلطة السورية الجديدة ولكن هذا ليس إلا تدخل في شؤون الداخلية لسوريا لأن الشعب السوري وحده يجب أن يقرر مصيره ويجب أن يقرر ويحدد من هو الرئاسة السورية القادمة من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يجب أن تجري وفقا للقرارات الدولية التي اتخذها وتبناها مجلس الأمن الدولي ضمن عملية السلام طال انتظارها في سوريا طيب ولكن نحن نتحدث عن مساعدات إنسانية عن احتياجات عاجلة لمواطنين سوريين لا ذنب لهم ولا حول لهم ولا قوة في كل ما يحصل وهم فقط يعانون من أوضاع مزرية بسبب الحرب بسبب الظروف الاقتصادية الناشئة عنها وبالتالي ما هي الخطة أو ما هو المنطق في نتيجة ذلك من حرمان هؤلاء المواطنين من المساعدات التي ربما تكون المورد الوحيد لهم للحياة أو المصدر الوحيد لهم للحياة أنا لا أعتقد بأنه سيكون حرمان المحتجين إلى هذه المساعدات من الحصول عليها لأن روسيا تقترح أن يتم توزيع هذه المساعدات ربما ليس فقط من قبل الحكومة السورية بل وفي ظل وجود دولي مثلا مراقبة دولية على عملية توزيع هذه المساعدات بين جميع المحتجين وليس فقط في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة كما أعلنت عن ذلك روسيا وإنما توزيع المساعدات بين جميع المحتجين سواء كانوا في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام أو في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة قوات معارضة وفصائل أخرى وبالتالي أنا لا أرى أن المقترح الروسي يخلو من المنطق ولكن المهم أن يكون هناك عنصر دولي واضح وفعال فيما يتعلق بكيفية توزيع المساعدات الإنسانية ويجب أن يتمثل في ضرورة بسط إشراف ومراقبة أو رقابة شديدة وصارمة على كيفية توزيع هذه المساعدات بين جميع المحتجين وبغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو أخرى تمنع وصول هذه المساعدات إلى من يحتاج إليها بالفعل نعم شكرا جزيلا لك من موسكو الكاتب والباحث السياسي السيد دايك فيني سيدروف اشتركوا في القناة